السلام عليكم فريدة الحج العام 2023 وبيانها منذ قليل من رئاسة مجلس الوزراء حول إلقاء فريدة الحج على نفقة الدولة هذا العام وآخر الأخبار أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليس لكم كل جديد ولو تشوفوا القناة لأول مرة تمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال أعجبكم اليوم الثلاثة 20 ديسمبر لعام 2022 ترقص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزرية العليا للحج وكان هذا الاجتماع بحضور عدد كبير من المتخصصين في هذا الموضوع منهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد عبدالغفا وزير الصحة والفريق كامل للوزير وزير النقل والدكتور نفين القباح وغيرهم من المتخصصين أشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الاجتماع إلى أنه تمت الدعوة لهذا الاجتماع بمناسبة بدء الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج الجديد 2023 وقال إن هناك اجتماعات تنصيقية تم عقدها بالفعل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجه رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماعات التحدثية مستمرة بينهم وبين الجهات المعنية المصرية وكذلك الجهات التنصيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل توفيف كافة الخدمات للحجاج المصريين وتيسيف كافة شؤونهم وأعلن أيضا أنه تم إلغاء الحج على نفقة الدولة هذا العام وتقليل أعداد بعثات خدمات الحجاج إلى حدها الأدنى انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد حول ففدة الحج العام 2023 وسنوفي حضافتكم بالجديد تابعونا ولا تنسوا دعمكم منا وكلا معنا